أبنائي وابناتي طلبت وطالبات الصف السادس تتدائي أهلاً ومرحباً بكم في حلقة من حلقات مدرسة على الهوى في مادة اللغة العربية فضلنا نقول هنجري 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 ودائماً كل حلقة نجري وانتوا هتجري ورايا عشان نلحق إن شاء الله نخلص منهجنا وبعد ما نخلص المنهج نبدأ مراجعتنا بسرعة كده إن شاء الله عشان كلنا نكتزل امتحان بتفوق إن شاء الله طبعاً احنا في الشهور دي وفي الشهر ده تحديداً وفي اليوم ده تحديد تحديد أنا جاي بمصر ومناسب للحدث الحدث الأول هو مولد شو بقى التقايل بقى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هاد البشرية كلها خد بالك إن كل رسول كان بيبعث في أمة ورسول الله بعث للناس جميعاً عشان كده لما جيت أقول بقى وهقول النص اللي هقوله دلوقتي أنا بكلمكم عن مين عن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو جيت أبدأها كده موضوع التعبير وجيت أقول لك ده الموضوع التعبير اللي أنا هقوله جات المناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولك فيه ضوء الاحتفال بمولد هادي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكتب في هذا الموضوع هسمع منك كده وقولك حبة عناصر انت تقولها لما اجا اقولها واحد اقول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم اتنين الاحداث التي حدثت في مولد الرسول ومنها لما عوز استسكر بقى اقول وارجع كده بالزاكرة للقصص القرآن واجد بقول ايه اللي حصل و ايه اللي جرى اني اتهز خد بالك بقى كده لما اقولك ايه اتهز عرش قيصر اللي هو الروم اللي هو كان فيه قوتين زي امريكا وروسيا كده فكان فيه الحالة دي اتهز قيصر ده قيصر الروم اتهز العرش بمولد سيدنا محمد وطفقت نار ايه كسرة كسرة دول اللي هم بتوع فارس اللي هو المفروض النار بتاعتهم دي انطفقت سيدنا محمد خلاص ولد الهدى فالكائنات ضياء عشان كده بقول كل لحظة والامة الاسلامية كلها بخير وكل لحظة ومصر مصر شو بقى مصر كانانة الله في الارض بخير يا رب يا رب يا رب عود علينا الايام دي بخير ان شاء الله وبعد كده ابدأ بقى في الحديث عن الموضوع اللي بتكلم عن تجميع البشرية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم من اكتر من 1400 سنة نادى بيها ان احنا كلنا نقبق واحد ان احنا كلنا حتى ايه بقى رسولنا لما دخل المدينة عاوز بس تسكرة بالهجرة كده كان بيساوي ما بين مين مهاجرين وانصار ويهود المدينة كانوا موجودين في قلب المدينة ما ضرهمش الا بقى ازا هم ضروا نفسهم لما حصل بقى مع بني خينقاع والدنيا اللي حصل لكن طول ما انت عايش معايا في سلام تعايش معاك في سلام وتفضل ايه بقى اخي الانسان كلمة انسان كده على المطلق انسان بقى مسيحي يهودي من غير بقى دين خالص المهم ان احنا عايشين في مكان واحد وفي ارض واحدة لابد ان نتعايش عشان كده نصنا للشاعر عيسى النعوري بيقول ايه بقى نبص كده ونشوف النص اسمه اخي الانسان اخي الانسان شاعرنا لما كتب برضو على بقول كده استبق الكلام وخد من كلام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعشان بنحتفل بمولده نقول الكلام اللي قاله الشاعر وكان بيستدل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اخي في العالم الواسع في المغرب والمشرق اخي الابيد والاسود في جوهرك المطلق امد يدي فصافحة تجد قلبي بها يخفق شو بقى بحبك يا اخي الانسان اخد بالك من الكلام اللي بتقال ده وركز فيه اوي هو بيقول ايه بقى اخي في العالم الواسع جميل اوي فين مغرب ومشرق والعالم مقسوم لحتتين اتنين شرق وغرب مغرب ومشرق عشان كده بيتكلم على ايه بقى الدنيا كلها العالم كله اخي الابيد والاسود ما احنا عندنا لما نبيجي نصنف البشر اللون من حيث اللون فيه ابيض وفيه ايه اسود فيه جوهرك المطلق على الاطلاق بقى انت الانسان كلمة انسان انا بتكلم عليك انت البشر كلنا بيطلق علينا ايه بقى ايه احنا اولاد مين اولاد ادم اولاد ادم دي يعني كلنا من اب واحد ومن ام واحدة اذا فكلنا اخوة مع اختلاف الاديان امد يدي فصافحة تجد قلبي بها يخفق خفقان القلب وصرعة ضربات القلب لما مد يدي وصافحة لاي انسان المفروض قلبي لما بيميل لانسان غير بقى بيميل بقى بالحب طبعا تسيبك من الميل الكوره ده مفيش ميل اسمه كوره يخفق يعني يدق 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 بشدة دليل على شدة الحب بحبك يا اخ الانسان يعني نبضات القلب دي وسرعة نبضات القلب دي دليل على ايه على شدة المحبة طيب لقد جئنا الى الدنيا معا لنعيش اخوانا سيدنا ادم من بداية الخلق عندما نزل الارض عندما نزل من الجنة نزل عشان يعمر مين الارض اذا فالاولاد اللي هيجيبهم سيدنا ادم هيجيب مين اخوة يبقى كلنا في الاصل اخوة نزلين الارض عشان نعمرها ونحن ايه اخوة ونسعدوا بالحياة معا احباء واعوان يعني احنا في الاصل نزلين عشان نبقى اخوات وعشان نبقى احباء وعشان نتعاون معا على البر والطقوة على الصلاح على كل ما هو ايه يفيد البشرية وليس العكس ولو شئنا احلنا جنة الفردوسي دنيانا فهيا يا اخي الانسان لو شئنا بايدي نحن بايدك وبايدي هنحول الارض لجنة الجنة دي تعالى نقولها بس كده مسقط رأس كل انسان سيدنا ادم عندما وجد وخلق خلق فين في الجنة وعندما عاش عاش فين في الجنة اذا فما اخد بالك بقى وارجع كده مكاننا الاساسي ومسقط رأسنا كلنا هو ايه الجنة مش انا لم اجا اقول دلوقتي لما اجا اقولها كده انا مسأل من محافظة الاوليبي اجي عايش انا في محافظة القاهر لما يجي حد يقولك مسقط رأس هكي يقول мясقط رأسي بنها في محافظة الاوليبي ايه دا مسقط الرأس وافضل حيني لو عدتل المكان دا اقول اه هي دي بلدي هي دي المكان اللي انا بعيش فيه هي دي اللي انا تربيت فيه هي دي كل ده كلام جميل قوي على مسقط الرأس الدنيا فما بالك بقى لو عشنا بقى مسقط رأس سيدنا آدم كان ايه الجنة يبقى كلنا نشتقل مين لمسقط رأسنا اللي هي ايه اللي هي الجنة عشان كده احنا ممكن نحول الارض اللي نزلها سيدنا آدم دي الى جنة اللي هو كان فيها اصلا اللي هي جنة الفردوس نحولها ايه بقى بقى اعمال الخير بكل ما خير بالتعاون بالاخوة كل ده اخوة بقى ما بين جيران بسي ما بين دولة ودولة دارتها ما بين العالم كله والشعر هنا بينادي على مين على العالم مشرق ومغرب او مغرب ومشرق كل العالم لابد انها تكاتف لو تكاتف العالم انتهى الصراع انتهى الحروب احتقن الدماء لان احنا عايشين دلوقتي انا بحربك عشان اخد قطعة الارض مش بتاعتي مش ملكي بس انا عاوز اخدها تب لو انتر تضيب بما هو ملكك بس هنعيش انا وانت في ايه في سلام وهذه هي الدعوة التي نادى بها الشعر والتي نادى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم مولدنا اقول بقى ايه اخي الانسان سيدنا محمد قالها من 1400 سنة اخي الانسان كل الانسان بقى الانسان دي يعني ايه بنوا البشر كلهم كلهم اخوة عشان كده سيدنا محمد قالها واحنا بننادي بنفس الشعار في يوم مولد نقول ايه بقى اخي الانسان كلنا لابد ان نكون ايه اخوة وهذا هو النداء تعالوا بقى ما شوف كده لما تعوز تشرح الشرح طبعا انا هجيب لك بس كتابة بسرعة كده كشاشات انا شرحتها خلاص انت لما تيجي تقول بينادي الشعر على الانسان في كل مكان اخي في كل مكان كلمة اخي دي اخي 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 دي كلمة بتدل على ايه شدة القرب طبعا في الارض بقى كل جنس ولون ونحن جامعا ايه اخوة متساوي جنس يعني ايه بقى انا لما اتكلم على واحد افريقي اسود مع واحد اوروبي ابيض لاثنين اخوة اخوة في الله اولاد ادم الاثنين برضو في الاول والاخر يعني الاثنين كانوا موطنهم الاصلي والجنة عشان كده في الاخر لازم يبقى في الاخر ايه اخي 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 الكلمة التي رددها اليه الشاعر طيب تمنى الشاعر ايه بقى يمد يده بالسلام تعالى نسلم والسلام مش سلام يد بس ده سلام قلوب لان القلب نفسه كمان لما تسلم ايه يخفق يزيد نبضات القلب شدة للايه للحب عشان تهنى القلوب بايه بحياتها بذكرنا الشاعر بقى في الحياة ان ايه نعيش الناس في موادة محبة بتتحول الحياة الى ايه نعيم وجنة جنة الله في الارض اذا فالارض ممكن تتحول لايه لجنة بفضل مين ابناء ابناء مين ابناء ادم اللي هو انا وانت اللي هو مين اللي هو الانسان طيب بقى هو ده الاساس اللي عندي ودايما ولدنا في مواطن الجمال مواطن الجمال لابد ان ترى اذا كان هناك تضاد فكده قاعدة وما فيهاش كلام التضاد يظهر المعنى ويوضحه لما تقول لي مغرب ومشرق يعني معناها تضاد بيؤكد المعنى ويضحه عشان اقولك ده ايه شرق وغرب شمال وجنوب كل العالم يبقى التضاد بيوضح المعنى ويوضحه لو قلت طويل قصير برضو يبرز المعنى ويوضحه كلها معاني واحدة طب بص اللي جاية كده الابيض والاسود بينهم برضو ايه تضاد معنى ايه يؤكد المعنى ويضحه زودت انت بقى لما جاءوا الابيض واسود يفيض العموم والشمول وكلمة عموم وشمول في الاصل يعني ايه يعني انا بكلم على العالم المطلق العالم كله يعني ايه عامة كل الدنيا تعالى بقى للي بعدها كلمة المطلق عدم التفرقة ما بين البشر على الاطلاق مش ايدي ما نقول ايه على الاطلاق ده شيء في المطلق انا بتكلمش على جنسي بنعيني انا لما اجا اتكلم خد بالك هقول كلمة كده وهنعرب كلمة كده هقولها بعد ما نقول الكلام ده انا لما اجا اتكلم هو اقول انا مسلم جميل هو مسيحي هو يهودي كل ده اديان في الاخر في النص بيقول لي ايه بقى ودعوت سيدنا محمد كلنا نعيش على ايه على ارض واحدة اذا فاختلاف الاديان اختلاف الاديان انت بقى تعيش بدين على حسب ما الدين انت عايشه اختلاف الاديان لا ايه لا يوجد اختلاف في العقيدة بقى العقيدة نفسها اختلفت لكن يعمل صراع ما يعملش صراع المفروض انا بعيش وانت تعيش انا مسلم وانت مسيحي نحن نعيش على ارض واحدة اذا فالهم لو حصل دلوقتي ونحن على ارض مصر اعتداء على ارض مصر لقدر الله هل هنقول والله خلي المسلم اللي تقدم او خلي لا المسيح اللي تقدم ولا كلنا يد واحدة ايه واجناس والوان وكل شيء هي دعوة الى الاخوة اقول بقى كده لما اجا اتكلم على الاحراب بقى انا انا دايما نحن للنحو واقول ان احنا دايما بنصير كده او تصير الامة الاسلامية كلها يد واحدة صار شعب مصر واقول كده مقط واقول اصبح برضو شعب مصر واقول نقط انا في الاتنين في الاتنين عشان بس الاخباطكم عملت صارة وعملت اصبحها والاتنين بيعملوا نفس اللي بيعملوا واحد كله في جملة واحدة جملة اسمية يدخل عليها اخوات كانة يعملوا ايه كده يرفعوا المبتدأ وينصبوا ايه الخبر طيب لغاية النقط هنا لغاية النقط سمعت ايوة انا دايما نسمع محمد ومحمد دايما يقول لي كلمات صحة قال لي اني مفيش هنا خبر ليه يا محمد قال لي بصي كده وانت بتقول لي ايه كده صارة شعب مصر ماله صارة ايه بقوا ايه دول خد بالك من لنا بقوله بقوا بقوا ايه دول هي اللي هتكمل هي اللي هتقفل الجملة هي اللي هتقول لي فين الخبر هم بقوا ايه لكن طول ما هي ثلاث كلمات اصفية حد يقول لي بقى بيشبهها كده يقول لس انا شايف ثلاث كلمات شعب مصر اه دي صار خلاص دي ايه بقى ايه خلاص صار يبقى فعلي ناسق وخلصت طيب شعب يبقى ده اسمها ومصر يا خبر هقولك شكرا استنى ايه وقف بقى لاش كلام في كل ده احنا بنتكلم على بعضها كده لكة واحدة شعب مصر اذا فهي دي انا لسه ما دخلتش فين في الخبر لو قلت ماله صاروا اخوة اقول صح صاروا احبة اقول صح صاروا اخوانا اقول صح كل ده كلام صح اذا فالخبر لسه مجاش لكن اللي هنا هو الاسم يعني ده اسمه ايه بقى شعب الواحده كده اسم صار ماله مرفوع وعلامة رفعه اتضم خلاص خلصه اما اللي ما جاقول شعب واسبها ايو انا سامح حد بيقول لي اه في كلمة اللي بتكملها اللي انت لما تقول شعب لما تقول كلمة ناكرة بص كده الناكرة التي توضحها معرفة خد بس من ناكرة التي توضحها ايه بقى وتشرحها ايه معرفة المعرفة دي هي مين هي ايه ايوه برافعليك هي المضافئ لي شفت انا قلت ايه هي المضاف ايه ليه ليه لما انت بتيجي تتكلم وقلتها سبع تلاف مرة وينكن دي المرة تمن تلاف بقول كده الكلمة اللي انا بتكلم فيها انا قلت وانا بشرح وانا بتكلم انا معلم ويسكيت دي ناكرة صح لما تيجي بعدها كلمة تقول هي يدية المعرفة اللي عرفت الناكرة بتيجيها مضافئ ليه معلم لغة عربية معلم تاريخ معلم جغرافيا المهم كلمة جاية توضح جاية تقول ايه اللي حاصل لكن طول ما هي ناكرة طول ما هي مبهمة طول ما هي ماشي موجودة اصلا غير الكلمة غير الالف ونون لو قلت سيارة واحد قال لي كده سيارة الاسعاف اقول له جدع الاسعاف دي عملت ايه وضحت كلمة سيارة انا بتكلم على سيارة ايه السيارة بتاعتك الخاصة ولا سيارة تانية لا سيارة الاسعاف يبه هي دي المضافئ ليه الكلمة المعرفة التي وضحت الايه اناكرة أظن إحنا قلنا المضاف إليه وقلنا كان وإنه ونرجع نكمل في أحداث النص أنا قلت المطلق اللفظ يحيب عدم التفريق بين الإيه بين البشر معا لنعيش إخوانا التعبير ده بيوضح إيه بقى الهدف الأساسي من حياة الإنسان إيه الهدف الحياة اللي أنت موجود عشانه تعيش في سلامه أخوه أنت تولد أخ لإنسان آخر لما تتولد أخ تعيش عدو لا تعيش أخ برضه يبنتوا مولودين عشان تعيشوا إيه إخوة في سلام ده هو كلمة اللي نعيش إيه إخوانا لو شئنا أحلنا أحلنا يعني بدلنا يعني خلينا الأرض بقت إيه بقت جنة ولو شئنا كلمة شئنا يعني بإرادتنا يعني آيوة شوف بقى كده يؤكد أن الدنيا يمكن أن تصبح جنة إذا يتوحد البشر بإراداتهم يعني أنت لو شئت لو أردت لو عزت لو تمنيت آيوة يتم صح لو شئنا أحلنا جنة البتفردوس إيه دنيانا تعالى بقى كده لما أقول السؤال الأول الشاعر يوجه خطابه إلى إيه جميع بني البشر من أين تفهم ذلك خد بالك بقى لما أجأوا لي النداء الشاعر يوجه إلى كل البشر قال إيه بقى في هذا العالم سواء كان أبيض أسود مشرق مغرب كله هو كده يبقى نادل مين لجميع العالم في المغرب والمشرق الأبيض والأسود هو النداء لإيه بقى لجميع البشر في كل أنحاء اللي هي المحروسة إلى ما يدعو الشاعر الإنسان وما أثر العمل بذلك بيدعونا الإيه كله على فكرة كلام جوانا مش كلام هجيبه بقى من النص تاني بيدعونا الأخوة يدعونا المحبة يدعونا السلام يدعونا التقاخي كل دي كلمات تقدر تقول لا أيوة تمد يدك ليد أخيك الإنسان عشان تعيشه إيه بقى ينتشر السلام والمحبة بين الناس جميعا كل ده مش الكلام المكتوب الكلام اللي أنت فهمته تترجمه لكلمات مكتوبة زي ما حاصل طيب اللي بعدها ماذا يقصد الشاعر بقول المغرب والمشرق مغرب ومشرق يعني العالم إيه العالم كله صح كده يعني أنت بتتكلم على العالم أجمع أنت بتتكلم على الدنيا كلها سواء المشرق أو مغرب لأنها مقسومة ودائما بين نديها كده مشرق ومغرب بلاد المشرق وبلاد الايه أو بلاد الشرق وبلاد الايه الغرب لماذا استخدم الشاعر كلمة ايه مطلق ومطلق دي قلنا بتوحي ايه بالعموم على الإطلاق كله مفيش بعده يدل على ايه بقى اتخذ الإنسان من حيث المصابة من البشر ما ذهب عام مؤاخاة ما بين البشر جميعا لماذا جئنا إلى هذه الحياة كما تفهم من الأبيات وكيف جنة على الأرض خد بالك واحدة واحدة الأولانية بس ليه جئنا إلى هذه الحياة جئنا عشان نعمل ايه نعيش معان في سلام نعيش معان اخوة نعيش معان في ايه في محبة طيب ايه انتا بدو قول ايه بقى خد بالك من اللفاتي دي كان بيقول ايه وكيف نجعل حياتنا جنة على الأرض نجعلها جنة ازاي عن طريق الحب والاخوة ما هو انتا تحول الدنيا والأرض إلى جنة الفردوس بمحبة واخاء ما هو اراقة الدماء العداء الايه بقى الحروب والتناش وكل الحاجات اللي بتحصل ما بين الأمم دي كلها بتحولنا لايه لاعداء لكن لو حبيت بقى تقول والله كلنا بنامود يدي السلام كله بقى مشرك مغرب ونقول اهلا باخي الانسان هتبقى الدنيا ايه جنة صبع من جنان الله سبحانه وتعالى ماذا تعلمت من هذا النص دي الفاينال بقى حاجة النهائية تعلمت ايه واحد الناس قاتوا لدنيا يعيش اخوانا طب جميل الانسان لا يستطيع ان يحايم انفرده حايي صح ضرورة نفس الحروب وصرعات كويس انه بالحب والسلام يسعد البشر وتصبح الدنيا جنة ارجع ليها كده وقولك بقى كده لما اجي نص كده وقولك انا هعمله تعبير اقولك اخي الانسان اخي الانسان انا بديك بقى هو مثال اخي الانسان في المغرب والمشرق اكتب بص كده في موضوع تعبير يدل على الاخوة ما بين البشر من قلب النص ده وتجيب الكلمات والعناصر اللي انا لسه ايه لها دلوقتي واحد اثنين ثلاثة اربعة ونبذل ايه العداء لقى التجمع السلام لقى كل ده كلام بنقوله بقى من جوانا نحوله العناصر عشان نقدر نعمله ايه موضوع تعبير تعال بقى واحد واحد منكم كده لما اقول من هنا من الكلام اللي موجود دي ان الناس اتوا الى الدنيا ليعيشوا اخوانا ان الانسان لا يستطيع ان يحيا بمفرده ضرورة نبذ الحروب وصرعات انه بالحب والسلام يسعد البشر وتصبح الدنيا جنة انا شفت انا قلت ايه بقى واحد ايوه سمعته بيقول لي والله انت اصدك تتكلمني على اخر جملة جت تصبح الدنيا جنة بص لها كده تصبح الدنيا جنة طيب واحد راح نحولها لي هي زي ما هي وقال لي اصبحت الحمد لله ان شاء الله يعني الدنيا جنة تعالى بقى اما نعرب ونقول لما تشوف اصباحه وتشوف كانه وتشوف انا وتشوف الدنيا اللي حواليك دي هالي الجملة الاول لما اجاب الصلك كده وقللك قللي الاول في الجملة اللي انت شايفها دي اصبحت الدنيا جنة الجملة تمت واحد عامل كده قال لي اه اقوله صح تعال اما اقولك ليه مش انت حطيت نقطة بعدها وما حبيتش تتكلم لسانك افل وقال خلاصا انتهيت من الكلام صح لسانك نقط في الكلام كده وقال بس النهاية افلت الباب اصبحت الدنيا جنة ايوة صح كده يبقى الدنيا جنة دي جملة ايوة جملة ولما دخلت عليها اصبحت ايوة خلتها حولتها بقى ملناش دعوة لمبتدأ بقى اسم والخبر بقى خبر بس في النهاية الدنيا اصبحت جنة هي دي اللي انا عاوز اقوله الجملة الاسمية اذا تمت في النطق فهي تم مبتدأ خبر لو لقيت نفسك لسانك وارب ولسه مش عاوز ينطق بيتكلم كده ولسه ايه الدنيا مش عاوزة تقفل لو ما قفلش اقول له شكرا انت لسه ما جيتش انت الخبر لسه تايه بيدور على جملته عشان كده لما يوصل للجملة اقول له قطر خيرك انت وصلت الان الى ايه الجملة بسلام صح كده تعالوا ما اقول كده تعالوا ما نكمل انا عشان دايما احنا بنجري عشان اكمل حبة اسئلة كده من اللي ممكن تقول اقرأ الابيات ثم اجب ديف الامتحان هيجيلك نفس الكلام كده اقرأ الابيات ثم اجب انت في العالم الواسع في المشرق والمغرب اخي الابيض والاسود في جوهرك المطلق اموت بيدي فصافحة تجد كلبي بها يخفق خد بالك دي كلمات يجيلك بقى بعد كده اللي هيجي ملكش دعوة بيها بص كده مراد في جوهرك الجوهر هو الايه الاصل الطيب الاصل فوقا بقى كان طيب او خلينا كلنا جميل اوي الاصول الطيبة مضاب بالواسع الضيق جمع العالم وخد بالك بصي بقى هنا تاني في العالم دي تحديدا جمع العالم العالم يبقى العالم الذي نعيش فيه وجمع العالم العالم عالم العلم اللي هو ايه بنتكلم عنه عالم في الفيزياء عالم في الكيمياء عالم اذا انسان ده العالم يبقى عوالم عوالم دي اللي هي ايه عالم وعالم وعالم طيب كده العالم يبقى العلماء اللي هم ايه اللي احنا بقوله العلماء الافزاز او علماء اللي هي الكيميا والفيزياء وكل علماء اللي هي العلم طيب اشرح البيتين باسلوبك وعاوز على من ينادي الشاعر في البيتين ما الجمال في قول الشاعر في المشرق والمغرب شرح الابيات شرحناها وقلنا اخي في المشرق والمغرب اخي في كل مكان دعوة الى المحبة والسلام تعالى صافحني تعالى سلم علي لما تسلم عليها يا شعب ايه قلبي هيدق هينبض هينبض بايه بحبك يا اخي الانسان هي دي دعوة الابيات كلها المحبة ما بين ايه بني البشر طيب بينادي الشاعر على مين في البيتين على العالم كله الناس فين مغرب ومشرق في العالم اجمع كلنا اخوة طيب ما الجمال في قول الشاعر المشرق والمغرب وقلناها 200 الف مرة تضاد يبرز المعنى ويوضحه اي تضاد في اي مكان في اي دنيا يبرز المعنى ويوضحه وكنا دايما نوضحها ما بين لو قلت ده الالم ده طويل جدا انا معرفش طيب مين اللي هيقول لي انه طويل لو جبت جنبه قلم قصير عشان كده لما جيت ابصت لها كده بصت بص كده ايه ده اه تصور ده الالم ده فعلا طويل ليه مين اللي وضحه ده اللي هو الالم القصير ده يبقى التضاد هو اللي ابرز ايه ابرز الميزة سواء كانت عيب او ميزة بقى فهو اللي ابرزها عشان كده لما جيت اقول مغرب ومشرق يبقى لما جيت كلم فيها ايه يبقى فيه تضاد يبرز المعنى ويوضحه ابيض واسود يبرز المعنى ويوضحه كل دي حاجات لازم نعرفها في ايه مواطن الجمال طيب بعد كل هذا وبعد كل هذا التضاد بقول بقى احبكم في الله مولد رسولنا الكريم لابد ان يكون دعوة الى المحبة ودعوة الى الاخاء في كل العالم وليس المسلمين فقط انا بتكلم كل العالم رسولنا الكريم قال ايه دعوة الى المحبة وبالمحبة بنين حلقتنا وبقول لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته